السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله رأكم كامل بخير مرحبا بكم البنات كامل اللي دخلتوا القناتي نقول لكم نورتوني اول حاجة نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله لا تنسوها كامل البنات صلوا صلموا كامل على رسول الله وقلكم اليوم رح نعمل وصفة بسيطة اقتصادية بنينة بزاف وتقطع كمية على بل يكمل تحبوا حاجة سهلة ويكونوا مكوناتها كامل عندكم في الدار هذه وصفة من اروع ما يكون ونقول لكم سميتها وصفة كور ومدلعور بالصح النتيجة كانت رائعة اول حاجة نقول لكم حطوا لي جامل الفيديو تعليق اشتراك ونبدأوا بسم الله في وصفتنا الرائعة البسيطة عندي فيها حبة عبيض بدرجة حرارة الغرفة اربع كاس تاعة سكر عادي درت لكم السكر العادي هكا باش قلت لكم المكونات يكونوا كامل عندكم نخلط ملاح هذا السكر مع الحبة عبيض حتى تشوفو باللي يعني اللون تاعة الخالط تبدل شوية وبيض رايح نحط له ملعقة فقط مش شي معمورة بزبزف ملعقة حادية تاعة مارغارين لما عندهاش المارغارين وباش تعوضها رايح ندير ربع كاس تعزيت هي تدير نصف كاس تعزيت هكذا البنات لما عندكمش المارغارين تقدرو ذوك انا كين دير ربع كاس هذا ربع كاس تعزيت انتو ما ديروا النصف هاكذا نحطيتو ونزيد نخلط ستقولوني البنات هذ القطو رائع يعني يعطاني نتيجة ذوقو بنادو تشوفو في اخر الفيديو من اروع ما يكون بنيم بزف بزف وعلى بالي كين منكم لي ما جربوش هذ النوع تاعة القطو خلطهم مليحم بعد نضيفه رشات على فاني نزيد معاه مرشة صغيرة تاعة الملح ملعقة كبيرة تاعة كاكاو بوني مور وعندي زجمال لعق كبار تاعة انشاء اللي هي الميزينة هنا لحبيتو ما تديروها شبذوق الكاكاو تقدرو تنحو هذ الملعقة تاعة الكاكاو بالصح يعني من اروع ما هي كلها ما عندكمش الكاكاو تقدرو تعاوضوها ملعقة تاعة فلون اذا ما عندكمش الفلون تقدرو ديرو هذيك الشوكولات اللي تندر في الحليب اللي نديروها لذراري في الحليب يعني هذيك اللي تذوب ثانية رائعة تقدرو ديرو ملعقة على شوكولات تطلي من بعد نجيب اول حاجة حطي تلكاس الاول تعال فارينة زدت للكاس الثاني الكاس الثاني راني نحط بالعقل ونشوف هكا البنات انتو ما راكم كامل تشوفوا في هاد الوصفة مخسرتوا ولو غالياتك تحطو لي جام يعني الفيديو هات السابقة اللي حطيتهم كانوا ناقسين بزاف جامات ما لاباليش علاه انتو ما كانت عجبتكم من الوصفة اللي حطيتها في الفيديو اللي فات وكامل جربتوها وخليتولي رايكم ولكن حدد الجامات كان ناقس معلش اللي حبت تحط جام ماذا بيا ربي يعطيها وش تتمنى ان شاء الله لبناتزت نصف كيس تحاميرات الحلويات هذا اللي حطيته نصف كيس يعني الكيس قسمته على ثمين وراني نزيت في الفارينة هنا اي تبلي الفارينة باللي خلاص شوفوش حل خليت خليت ربع كيس هنا لتزمين اللي بنات عندي كوكو حمصة تحميصة خفيفة ورحية ورقيق انتوما لما عندكم ش كوكو تقدروا تديروا لانواة كوكو كما تقدروا ديروا كوكو إيفيلي لكم الاختيار ونجي هنا نوزن العجينة وزن خمسة وعشرين غرام نرمضها في الكوكو ونحطها في الكيسات لما عندكمش الكيسات تحطوه مباشرة في سنيوة أنا تعرفوني دايما نعطيكم البدائل ونعطيكم حاجة يعني نعوض لكم حاجة بحاجة باش كدوا تديروا يعني كاش قاطو ما تتعطلوش هنا نكمل كامل بنفس الطريقة يعني القاطو كي مقود لكم يعني العجينة تعال قاطو نوزنها خمسة وعشرين غرام ونحطها في الكوكو كي ما تقدروا تحطوها في نواة كوكو كي ما تقدروا تحطوها في الجلجلان ولا نكملهم كامل بنفس الطريقة نحطهم دايما في الكيسات نحطهم في سنيوة بهذا الشكل بعد البنات تحبوا بصبعكم ولا تحبوا يعني بأي آدات تكون عندكم ديروا هكا ثقوب فلوس هدو نسحقو موم بعد متخافوا شو مش نديروا الحشوة كايم زف بنات كيشوف مقادير في كاش قاطو يخافوا منها نقول هذي ديروا هذو كتوفوا عليه بعد ندخلوا الفرن ساخن على 180 درجة يتحمر لي القاطو من تحت ويطلع نزيد نشعل لهم الفوق كيف كيف ضروري تشعل لهم الفوق يخذ تحمير خفيفة ويكون معنا واجد شوفوا البنات هذوي نجيب التوم مازال سخون نجيب شوية تعسل هاي لك علي ش حطينا هذو كثقوب باش نديروا هنا كل واحدة نديروا لها ملعقة مع مليح تعسل خلوها لما لديروا نص خلوها تتشرب ومع تزيدوا لها نص هكا بش كما قلتلكم هنا لعسل خلوها تتشرب بالجزء اللي ولاني من بعد زيدوا لها هاي لتحب الذوق تعال مظهر تقدر تدير شوية في العسل يعني ثاني يعطيها بالنار رأيها بالنسبة للتزين كما تحبوا انا فقط هنا كانوا عندي لسوريس كون في رايح نحطهم بالفوق هكذا لكانوا عندكم يعني حبات كوكا ولا لوز ولا جوز تقدروا تديروها وشوفوا قط الساهل بسيط مكوينة بسيطة جدا يعني غير بحب بيض كانت معنا وصفتنا لنهار اليوم واجضة اكيد نزيد نوري هالكم ونزيد نقسم هالكم لداخل باش تشوف ونقول لكم تشوف وشوف في الفيديو حطوا لي تعليق نحب ونقرأ شوف البنات ها قط من اروح ما يكون متنسو العسل اللبنات كي يتشرب النصف ملعقة ثانية قط بسيط جدا يعني بحبة بيض ملعقة بركة كاكا وشو سكر عادي وشو زيت ترنا قط ورائح صدقوني مش غير ساهل يعني في الشكل تعو وطريقة العمل حتى البنا بنين 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 هنا جيت باش نقسم لكم هاد القط وتشوف هل داخل كيف يجي شوف كفش يجي ذوب في الفم ستقوني عنده وحد البنة مع هذك الكوكا والعسل من اروح ما يكون شوف كفش يجي ذوب في الفم هايل عاد هنا يكن مازال ما تشرب شمليح هذك العسل يعني وريت لكم ثم أنا غالية نقلكم هذه هي وصفتنا لنهار اليوم وصفة سهلة بسيطة اقتصادية نتمنى إن شاء الله كامل تجربوها وأكيد تشاركوها عفوا مع الأصدقاء ومع كامل لزام التحكم في مواقع التواصل الاجتماعي ودائما نقلكم في آخر الفيديو شكرا غاليتي على تعليقكم اشتراك الجام أي حاجة قدرتوها نقول لكم ربي يعطيكم وش تتمنوا تلقى بكم في فيديو جاي ما تنسوش غاليتي بيش تجربوا الوصفة الرائعة بنينة بزف واقتصادية السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته تلقى بكم في فيديو جاي السلام عليكم اشتركوا في القناة